في هذه الحلقة نناقش إيران تطالب بوساطة أوروبية لعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي بداية تنازل من طهران أم بوابة تفاوض مع واشنطن الخزانة الأمريكية تقول إن داعش يمثلك احتياطات بنحو 100 مليون دولار في المنطقة فما السبيل لتجفيف مصادر تمويله وجه وزير الخارجية الإيراني دعوة للمسؤول عن أشؤون الخارجية الأوروبية للتوسط مع الولايات المتحدة وذلك لإيجاد آلية تسمح بعودة متزامنة للبلدين إلى الاتفاق النووي فما هي فرص هذه الدعوة وهل شكلت تراجعا عن الموقف الإيراني المتشدد السابق وما هو الموقف الأمريكي منها الرفض الإيراني المطلق للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي قبل عودة الولايات المتحدة إليه أولا سجل تراجعا مشهودا عندما أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جوالظريف عن استعداد بلاده لما أسماه عودة متزامنة أو البحث عن سبيل للتنسيق عبر وساطة أوروبية تتم برعاية المسؤول عن الشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل بوريل لم يرد على هذه الدعوة بعد رغم أنه قد بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قبلها بأيام عن طريق لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وعودة إيران إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها فيه بلينكين سبق كل ذلك بالقول أن إيران قد تكون على بعد أسابيع من الوصول إلى مواد تكفي لإنتاج أسلحات نووية وقال إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق فستسعى واشنطن لبناء اتفاق أطول وأقوى يتناول مسائل أخرى وصفها بأنها صعبة للغاية تشمل الصواريخ الباليستية والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بلينكين قدم إشارات توحي بأنه بينما يتعين على إيران أن تتراجع عما تفعله فإن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها للعودة إلى الاتفاق لأن الإعداد لاتفاق جديد يحتاج إلى وقت طويل دعوة ظريف تزامنت مع إطلاق إيران لصاروخ بلستي قادر على حمل قمر صناعي وهو ما يزيد الموقف الأمريكي تمسكا بالحاجة إلى اتفاق يشمل هذا النوع من التهديدات إيران سبقت تولي رئيس جو بايدن السلطة بإنذاره حتى العشرين من الشهر الجاري قبل أن تلجأ إلى طرد المراقبين الدوليين وأطلاق العنان لأعمال تخصيب اليورانيوم دعوة ظريف إلى عودة متزامنة للاتفاق النووي قد تعني تراجعا عن هذا الإنذار إلا أن بطء الاستجابة الأمريكية قد يان انتظار إيران لتقديم المزيد من التراجعات أو الصبر على بقاء العقوبات لوقت طويل ترجمة نانسي قنقر أفتح نقاش في هذا الملف وأرحب بضيفي الكريمين من باريس دكتور رامي خليفة العلي الباحث في الفلسفة الدولية بجامعة باريس ومن طهران الدكتور مصدق بور الكاتب والباحث السياسي أهلا بضيفي الكريمين وأبدأ معك دكتور مصدق في طهران هل وجدت إيران نفسها في ورطة بعدما رفعت من سقف الأمال والطموحات برحيل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هل تفاجأت بمواقف إدارة الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكين نعم شكرا طبعا السؤال كان متقطعا ولكن ما فهمته فيما يتعلق بدعوة إيران الكريمين الأوروبية وموقف إيران من سياسة بايدن ووزير خارجيته أريد أن أعلق على التقرير الحقيقة أن إيران لم تتراجع لأن هناك كانت عقدة موجودة في موضوع كيفية عودة الولايات المتحدة الأمريكية كان من المفترض أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية وتطرح شروط إيران في المقابل هي أيضا تطرح شروط لهذه العودة بأن يتم رفع كل الحظر وسماح لإيران ببيع النفط وإستفاء مبالغ وأسمان هذا النفط وبالتالي كانت هناك عقدة كبرياء البلدين الجانبين لم يكن يسمح لهم من سيضع الخطوة الأولى هذا الكلام من وزير الخارجي الأمريكي هل كان مفاجئا دكتور مصدق إذا كنت سمعني هل كان مفاجئا هذا الموقف الأمريكي للإدارة الإيرانية الموقف الأمريكي لم يكن مفاجئا الموقف الأمريكي الصحيح يجب أن نسمعه من الممثل الأمريكي لشؤون إيران رابرت مالي هو أدل اليوم بتصريح وأيضا المتحدث بالإسلام والاتحاد الأوروبية أيضا أدل بالتصريح وهم أكدوا أنه لا إضافة على هذا الاتفاق ويجب الانطلاق من هذا الاتفاق والعروج إلى قضايا أخرى هذا هو الموقف الصحيح ما نسمعه من بقية المواقف هذه مواقف تروج لها إسرائيل بالدرجة الأولى وتروج لها بعض القوى الإقليمية وهذا ليس هو الموقف الصحيح وبالتالي إيران لم تتفاجأ وإيران بدأت حس النوايا اليوم جديد وكلفت الجانب الأوروبي باعتبار الجانب الأوروبي هو المعنى بحل الخلاف لأن هنا الآلية المادة 26 من الاتفاق النووي هو يشكل لجنة اللجنة التي تقصي وحل أي مشكلة يطرع على تنفيذ هذا إذن ما زالت تراهن طهران دكتور مصدق على موقف سيد روبرت مالي كمبعوث خاص لأشأن الإيراني وهو كان ضمن الفريق الذي تفاوض مع طهران عام 2015 نحن نراهن على موقف الديمقراطيين عموما الديمقراطيين أسسوا لهذا الاتفاق وهم وقعوا لهذا الاتفاق سمعتهم هي مرتهنة بهذا الاتفاق يجب أن يحترموا توقيعهم هذا ما نعمله كل هذه الأمور لم يكن حين ذاك أي إشارة لكي تدمج قضايا أخرى كالمنظومة الصاروخية أو قضايا تتعلق بما يقال بزعزعة إيران للأمن الإقليمي وتقرر أن ذاك إرجاع هذا الموضوع إلى ما بعد النجاح في حل العقدة والمشكلة النووية كما نعلم موضوع الصواريخ هذه هي مشكلة سنعود إلى تعدد الملفات التي يطالب في أكثر من جانب ليس فقط الجانب الأمريكي دكتور مصدق ولكن دعني أذهب إلى الدكتور رامي في باريس هل نحن أمام فرصة حقيقية للعودة للاتفاق النووي وهل الجانب الأوروبي قادر على إقناع واشنطن بذلك بمعنى آخر هل تمتلك أوروبا صفات ومواصفات الوسيط الفعال القادر على فعل شيء أهلا بك أحمد تحية لك ولضيفك ولي مشاهديك القرام باعتقادي بأن أوروبا خلال الفترة الماضية أبانت عن بعض المواقف التي هي بالفعل قريبة من مواقف الولايات المتحدة الأمريكية لا يعني ذلك بأن أوروبا يمكن أن تكون وسيطا أوروبا الحقيقة سواء عبرة على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكون أو قادة وزعماء آخرين كانوا طالبوا الجانب الإيراني بما يطالب به الجانب الأمريكي هناك اتفاق على مسألتين أساسيتين أحمد المسألة الأولى وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد العودة إلى الاتفاق النووي المسألة الثانية إيران أيضا راغبة بأن تعود إلى التزاماتها ولكن يبقى ترتيب ذلك المسألة ما بعد ذلك هل رفع العقوبات عن الجانب الإيراني مرتبط بحل القضايا الأخرى أم أن رفع العقوبات سوف يأتي بعد توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يتم بمعزل عن القضايا الأخرى التي طالب بها الجانب الفرنسي الجانب الأوروبي وأيضا الجانب الأمريكي والتي رفضها حتى الآن الجانب الإيراني كيف سوف تطرح هذه القضايا كيف سوف يتم التعامل معها وهل إيران مستعدة للتفاوض حولها حتى الآن الإجابة ليست واضحة من الجانب الإيراني هناك رفض كامل وبالتالي يفترض ومنطقيا وبحسب تصريحات سواء الأمريكية أو الأوروبية أن يكون ذلك مدعاة لعدم رفع العقوبات عن الجانب الإيراني طالما أنها تصر على البرنامج الصاروخي الباليستي وهو مهدد لدول الجوار والدول الحريفة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مصر على دعم ما توصف أمريكيا بأنها ميليشيات إرهابية ونحن نتحدث عن حزب الله جماعة الحوث الحشد الشعبي إلى ما هناك وبالتالي بالنظر إلى كل هذه القضايا الطريق لا يبدو ممهدا هناك الحقيقة وجهة نظر إيرانية تم طرحها ربما عن طريق ضيفك وأيضا الحقيقة يفهم من المواقف الإيرانية بأن الآن نحن نشهد إدارة ثالثة لأوباما بمعنى أن لن يكون هناك اختلافات ولكن الحقيقة هناك الكثير من المياه التي جرت تحت الجسر بمعنى أن هناك الكثير من المتغيرات على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي ولا يمكن للإدارة الجديدة أن تتجاهلها ولا يمكن أن تبتعد عن حلفائها الموجودين في المنطقة لذلك باعتقاد الموقف الأمريكي المعلن أتحدث هنا أحمد حتى الآن يصير على ضرورة التفاهم مع الجانب الإيراني حول الملفات التي تثير قلق دول الجوار وليس فقط دول الجوار وهذه الوساطة الأوروبية دكتور رامي هي ليست وساطة جديدة تم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قام بدور الوسيط بين إدارة ترامب وطهران قبل عامين ولكن هذه المساعي باءت بالفشل هل وجود الإدارة الأمريكية الديمقراطية الآن سينجح هذه المساعي الأوروبية أم ربما هناك بون شاسع بين ما يمكن تحقيقه وبين ما يطمح الوصول إليه باعتقاد الحقيقة ربما التحليل كالثاني الدقيق إلى حد بعيد بأن هناك حتى الآن ربما وجهة نظر إيرانية متفائلة للغاية في إمكانية العودة سريعا إلى اتفاق النووي وبالتالي رفع العقوبات سريعا دعنا نشير إلى الموقف الأوروبي الموقف الأوروبي يجب أن لا نبالغ به إن لم تكن هناك رغبة وقرار أمريكي بالعودة إلى الاتفاق النووي لا يمكن لأوروبا أن تفعل الكثير أوروبا لم تستطع عن تدعم إيران عندما فرضت العقوبات الأمريكية لم تستطع أن تقنع الشركات الأوروبية قبل حتى الشركات الأخرى العالمية بالتعامل مع الجانب الإيراني عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على أي شركة تتعاون مع الجانب الإيراني لذلك الدور الأوروبي نعم هو دور دبلوماسي لا بأس به ولكنه دور محدود للغاية بالمقارنة مع الموقف الأمريكية ولكن هناك تصريح لافت للنظر لوزير الخارجية الأمريكي الجديد أنطوني. الذي أشار بأنه إذا ما لم تعود الولايات المتحدة الأمريكية أو لم تلتزم إيران بالاتفاق النووي. فهي قاب قوسيني أو أدنى من الوصول إلى القنبلة النووية. بغض النظر عن مصداقية هذا القول. ولكن هذا الخطاب موجه إلى الداخل الأمريكي. وبمعنى أنه لم يتم العودة إلى اتفاق النووي. فهذا إن كانت إمكانية لامتلاك السلاح النووي. هذا يعني أيضا. ويفهم لهذا السؤال أن هناك معارضة داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. وباعتقاد أن هذا عائق كبير أمام عودة. هذه نقطة مهمة جدا. دكتور رامي سأعود إليك بها. ولكن بعد أن توجه إلى الدكتور مصدق في طهران. هل نحن أمام تنازل إيراني عن الشروط التي وضعتها على الولايات المتحدة. وهي تريد من ينزلها عن الشجرة. إيران هي من بدأت بالاشتراط. حقيقة يجب أن نوضح هذه النقطة. الملف النووي والمشكلة الأزمة النووية. الناشبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الحقيقة هناك عوامل خارجية كثيرة تؤثر على هذه المشكلة. هذه المشكلة لو سارت في مسارها الطبيعي. وهي من اختصاص الوكالة دولي الطاقة الدولية. هناك مفتشون جاءوا إلى إيران. وهو متواجدون في إيران. وخلافا لما تفضل به الضيف. نحن لم نطرد المفتشين. حتى هذه الإجراءات الأخيرة الإيرانية. ولكن أنتم أعلنتم عدم التزامكم بالاتفاق. وخصبتم اليورانيوم إلى نسبة تزيد عن 20%. المسموح 3.67% دكتور مصدّة. صحيح. نعم. هذا الشيء كان متفقا عليه إذا كان الاتفاق يسير في طريقه الطبيعي. كل شيء عاد إلى ما قبل الاتفاق. لأنهم لم يؤدوا التزاماتهم. وإيران عدت التزاماتهم. وبالتالي كانت هناك بعض الالتزامات إيران قبلت بها طوعيا. وهي انسحبت من هذه الاتزامات. ولكن المفتشين اليوم متواجدين في إيران. الكاميرات تعمل على مدار الساعة من دون شك. وبإمكاني من يفتشوا وهم يفتشوا في كل مكان. ولا أعتقد أن هناك جولة على الكرة الأرضية أكثر من إيران. في معرض تفتيش صارم من قبل المفتشين. إيران لم تطلقها ولا. وإنما فقط في حيث الإجراءات الطوعية التي انسحبت عنها. بسبب لأنها أرادت أن تبدي حس النوايا أكثر. ولكن عندما قبلت هذه النية الحسنة بجفاء من قبل الجانب المقابل. وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين أيضا. لم يعدوا التنزامات من إيران. وبالتالي انسحبت إيران. أريد أن أقول أولا. هناك عوامل خارجية تؤثر على مسار هذا الاستفاق. وأيضا في داخل إيران. أنا أعترف حتى في داخل إيران. ربما الاعتبارات الانتخابية أيضا. هناك بعض العقبات. يعني تواجه هذا الاتفاق. نسمع صوتين في داخل إيران. هناك الصوت يطالب بايدن بالإسراع. والصوت الخارجية بالإسراع. وهناك صوت يقول. نحن لسنا مصررين. ولا مستعجرين. لكي تعود أمريكا إلى هذا الاتفاق. لأن لدينا أيضا انتخابات. وبالتالي ربما هذا الموضوع أيضا. أعتبارات سياسية. أعتبارات انتخابية تؤثر. حتى بايدن هو معرض إلى ضغوط كثيرة. حتى في داخل ولايات المتحدة الأمريكية. كما أشار الضيف من قبل إسرائيل أيضا. ومن قبل القوى الإقليمية. ولديها حلفاء. ولكن أنا أعتقد أفضل طريق. لكي يضمن أمن هؤلاء الحلفاء. هو عدم تعريضهم إلى الخطر. ولكن دكتور مصدق يأخذ يقود إسرائيل إلى الداهية. نعم دكتور مصدق إذا سمحت لي بهذا السؤال. ما حجم الطموح الإيراني بأن تؤدي الوساطة الأوروبية إلى ما تريده. الحفاظ على الاتفاق النووي مع الدول الست. ودون زيادة أو نقصان. أنا قلت أن هناك عقدة ظهرت من يخطو الخطوة الأولى من يقوم بها. الجانب الأمريكية والجانب الإيراني. وكلاهما كبرياءهما لا يسمح بذلك. وبالتالي أوعزوا الجانب الإيراني بمبادرة من إيران أيضا. صالح هذا الاتفاق. ولكنها ربما لن تكون العقدة الأكبر. حتى هناك عقد أخرى ترفضها إيران. سأعود لمناقشة معك دكتور مصدق. ولكن دعني أذهب لدكتور رامي في باريس. تحدثت عن كلام وزير الخارجية الأمريكي بلينكين. بأن التفاوض واختبار التزام إيران سيأخذ وقتا طويلا. بذلك الوقت أمام إيران أسابيع لإنتاج أو إمكانية تصنيع سلاح نووي. هل يحمل هذا الخطاب رسائل متناقضة؟ نعم. بأعتقادي بأن هذا الخطاب بداية بأعتقادي أنه موجه إلى الداخل الأمريكي. دعنا نشير إلى أن العقوبات التي فرضت على جانب الإيراني من قبل إدارة الرئيس ترامب سابقا. جاءت موافقة من الكونغرس الأمريكي. وبالتالي هذا الكونغرس إذا ما تم رفع العقوبات وعودة الولايات المتحدة الأمريكية. هو المطالب باتخاذ قرار رفع العقوبات. ومن هنا الإشكالية التي يواجهها الرئيس بايدن وإدارته. كيف يمكن الآن إقناع الكونغرس بأن هناك تغييرات حدثت على أرض الواقع. وخلال السنوات الماضية هناك تشكيك كبير بالمواقف الإيرانية. تشكيك بسياسات إيران في المنطقة. وأهم من كل ذلك البرنامج الصاروخي الباليستي. المسألة ليست متعلقة فقط بكبرياء الولايات المتحدة الأمريكية أو بكبرياء الجانب الإيراني. وإنما متعلقة بقضايا حقيقية أصبحت مطروحة على الطاولة. وهي دور إيران في المنطقة التي تثير حالة من عدم الاستقرار في المنطقة برمتها. هذا ليس موقف فقط للدول المنطقة. ولكن موقف أيضا للدول الأوروبية وكذلك للولايات المتحدة الأمريكية. دعنا نشير أحمد إلى أن الرئيس إمانويل ماكون أثناء زيارته إلى الرياض في العام 2017 أشار إلى هذه القضايا بوضوح شديد. حتى أن الجانب الفرنسي مؤخرا كما تعلم طالب بضم دول أخرى من دول المنطقة إلى هذا الاتفاق النووي. باعتبار أن هذه الدول هي المتضرر الأول من السياسات الإيرانية برمتها. وأيضا من المشروع النووي من أي إمكانية لوصول إيران لصناعة القنبلة النووية. وبالتالي المواقف الأمريكية حتى الآن لا تبدو أن هناك تغيير حقيقي وجذري. سوى بالرغبة بالعودة إلى الاتفاق النووي. بمعنى أن ما زال هناك تشكيك بالمواقف الإيرانية. ما تزال هناك رغبة بتوسيعها. ليس الاتفاق النووي لكي يشمل قضايا أخرى. وهذا ما هو معلم من قبل الإدارة الأمريكية. وهذا أيضا ما هو متفق عليه مع الجانب الأوروبي. الآن ربما هذا يتمثل خشية كبيرة بالنسبة لإيران. لأن إيران تنظر إلى البرنامج الصاروخي باعتباره جزءا من أمنها القومي. أيضا دعمها للميليشيات الإرهابية هو جزءا من مخالبها في المنطقة. وبالتالي ترفض حتى إمكانية التفاوض حول هذه المسائل. هذه هي العقدة الأساسية في الاتفاق. المسألة ليست لها علاقة بالكبريات ولا بأي شيء آخر. سوى بأن هناك ملفات أخرى. هل تقبل إيران بالتفاوض حولها وبتقديم تنازلات حولها؟ هذا السؤال مطروح على الجانب الإيراني. ويجب أن يجيب عنه في قدم الأيام. نعم هذا السؤال سأتوجه به إلى الدكتور مصدق في طهران. الأسس التي ستعمل من خلال هذه الوساطة الأوروبية. هل تأمل طهران بالعودة إلى الاتفاق النووي ذات الموقع عام 2015؟ أم هناك شروط جديدة؟ وهي أساسا معلنة كما ذكر الدكتور رامي من قبل الاتحاد الأوروبي. ليس فقط ملف النووي الإيراني. البرنامج الصاروخي. التدخلات في المنطقة. كلها ستكون ضمن المفاوضات مع الجانب الأوروبي والأمريكي. نعم طبعا نحن متفهمين لهذه النقطة. إيلان متفهمة لهذه النقطة. أن هناك مطيات جديدة حصلت. تختلف عن عام 2015. إيلاني أيضا تتعاطى وسوف تتعامل مع هذه المطيات بمنطقية. ولكن هذا لا على حساب سيادتها وعلى حساب الانخداع. هم يطلبون منها تفكيك منظوماتها الصاروخية والتحامل هذه الأمور. في حين هذا الشيء لم يكن واردا. أساسا في اليوم عندما أبرم ذلك الاتفاق. جميع اتفقوا على عدم طرح هذا الموضوع. على أساس أن تتم معالجته في المستقبل. ولكن نسمع اليوم كلام غريب. وأنا لا أعتقد أن الموقف الأمريكي اليوم أو بالأمس مساء بدأ يظهر. بدأ يتوضح أكثر. ولا أعتقد أن الموقف الأمريكي يتطابق مع ما نسمعه اليوم من دعايات إسرائيلية ومن دعايات من بعض الدول الإقليمية. الموقف الأمريكي أعتقد هو قريب للموقف الإيراني. بدأ يقترب من الموقف الإيراني. وإيران هي مضطلة. يعني إيران ترفع منسوب شروطها حتى تحصل على الحد. ولكن دكتور مصدق هذا ليس فقط الموقف الأمريكي أو ما تدفع به إسرائيل. هذا موقف أوروبي ظهر من خلال الدول الثلاث التي دعت طهران إلى العودة إلى الاتفاق النووي. الالتزام بشروط جديدة تفاوض حول برنامجها الصاروخي تدخلاتها في المنطقة. ودعت إلى ضم دول إقليمية ودعوة المملكة العربية السعودية لكي تكون طرفا ثامنا في هذه المفاوضات. أريد أن أقول هذه الشروط الجديدة أساسا. هذا الكلام الجديد الذي نسمعه لا يتطابق مع الاتفاق مطلقا. الاتفاق لا يقول هذا الشيء. يجب أن نراجع الاتفاق. هناك شيء أقوى من الاتفاق وهو القرار 26-31. مباركة مجلس الأمن لهذا الاتفاق. وهو يعين كل الآليات. وهو يشرف على ذلك. والوكالة الدولي للطاقة الذرية هي المعنية بالمراقبة. وإذا كانت هناك شكوى أو اعتراض من أي طرف من الأطراف الموقعة. يراجعون هذه اللجنة. ما نسمع تصحيحات صحفية من هنا وهناك. إسرائيلية تمتلك رؤوس نوعية في هذه المنطقة. تمتلك ترسانات خطيرة من الصواريخ. أمريكا وبريطانيا عبأت هذه المنطقة. حولتها إلى ترسانة خطيرة. إذا كان مقررا أن تفكت إلى منظومتها الصاروخية. يجب أن يعالج هذا الموضوع في اجتماع دولي. هناك منظمات ومؤسسات معنية بهذا الآن. على أن يفكك جميع منظوماتهم الصاروخية. أولا إسرائيل. إسرائيل تمتلك الصواريخ. ولا تقبل أن تكون عضو في الوكالة الدولية. الطاقة الذرية وأمريكا. إلى ما شاء الله بريطانيا وفرنسا. على حال أولاده خلاء على هذه المنطقة. إيران لها موقفها ثابت. وهي تتحدى بصراحة. إيران لا تريد أن تقايص سياستها. وتأمل أن تعطي فرصة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية. لأنها ماضية في طريقها. وإذا كانوا لا يريدون أن تتحول إيران إلى الدولة النووية. كما يزعمون، أنا أعتقد اليوم أي دولة إذا أرادت أن تتحول علميا. خاصة إيران. هذا شيء سهل بالنسبة لها. إيران متفوق علميا من كل الجهات. هذا تخوف غير وارد. أنا أعتقد حتى المنظومات الصاروخية. هناك كل الدول تمتلك الصواريخ خطيرة في هذه المنطقة. ولكن هناك عقود والتفاقيات ومواثيق دولية قوية تضبط خطورة هذه الصواريخ. يمكن اتباع نفس هذا الشيء اتجاه الصواريخ الإيرانية. لكل شيء. لكل حادث حديث. ولكل شيء له حل له الخاص. ولكن نسمع. إذن إيران مصر على أن لا تناقش أي من هذه الملفات. وتضيفها إلى التفاوض حول البرنامج النووي. دكتور رامي. ما مدى تمسك أوروبا بما طرحته بضرورة ضم المملكة العربية السعودية إلى المفاوضة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال. اسمح لي أحمد أن نعلق على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى فيما يتعلق ما ذكره ضيفك حول مفهوم السيادة. وأن إيران ترفض المساس بسيادتها. المشكلة ليست في السيادة الإيرانية. المشكلة في سيادة الدول الأخرى التي تنتهكها. إيران صباحا مساء بدعمها لميليشيات خارج إطار الدولة. كما نتحدث عن اليمن. عن لبنان. عن العراق. عن غيرها من المناطق. وبالتالي المشكلة في انتهاك السيادة. ولكن ليس انتهاك سيادة إيران. ولكن انتهاك سيادة الدول الأخرى. وهذه مسألة أساسية. المسألة الثانية وهو ما أشار إليه ضيفك. وهو محق بالفعل أن معظم الدول تبتلك الآن صواريخ باليستية. للدفاع عن أمنها واستقرارها. ولكن أي من الدول التي أشار إليها ضيفك. لم تعطي هذه الصواريخ الباليستية الخطيرة والمهددة للأمن والاستقرار. إلى مجموعات إرهابية منتشرة في المنطقة. جماعة الحوثي. ليست جماعة معترف بها. بل أنها مصنفة أمريكيا. هنا مصنفة على أنها جماعة إرهابية. ومع ذلك تحصل على صواريخ باليستية من الجانب الإيراني. وبالتالي هنا خطورة المسألة. هنا خطورة البرنامج. أننا لا نتعامل مع دولة. وإنما نتعامل مع ميليشيات مدعومة من قبل هذه الدولة. أو هذا النظام السياسي. ومن هنا تأتي الخطورة. أما فيما يتعلق بإمكانية ضم المملكة العربية السعودية. ودول أخرى. من الناحية المنطقية. هذا الأمر ضروري للغاية. لأن في نهاية المطاف. من تعرض إلى الاعتداءات. هي دول المنطقة. هي الدول التي تعمل إيران على زعزعة استقرارها. سواء فيما يتعلق بالعراق. وانظر إلى ما قال إليه الوضع من حالة الفوضى المنتشر الآن. وحالة الاختيالات. وحالة وجود ميليشيات متعددة تدعمها إيران. انظر إلى حالة الفوضى المنتشر أيضا في اليمن. ودعمها لميليشيات إرهابية. وتمكنها من أسلحة صاروخية. ومن صواريخ باليستية. حقيقة كل ذلك يشير إلى ما تقوم به إيران في المنطقة. وبالتالي هذه الدول. دول المنطقة. من حقها أن تكون لديها ضمنات حقيقية. أي تطوير للصواريخ الباليستية. وأي تطوير للصواريخ النووية. إذا وصلت إيران إلى هذا المستوى. فسوف يكون لتهديد لدول الجوار قبل أي دولة أخرى. وبالتالي من حق هذه الدول أن تنظر إلى هذا الاتفاق. وأن تعلن مواقفها من هذا الاتفاق. سواء المملكة العربية السعودية أو دول أخرى. ومن هنا الحقيقة الرغبة والضغط من قبل أطراف كثيرة. سوى خصوصا الجانب الأوروبي. ضرورة أن يتم توسيع هذا الاتفاق لكي يشمل قضايا أخرى. هي التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. نعم دكتور رامي خليفة العلي الباحثة. في الفلسفة الدولية بجامعة باريس. كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لدكتور مصدق مصدق بور. الكاتب والبحث السياسي. كنت معنا من طهران شكرا جزيلا لك. وراء الحدث متواصل معكم مشاهدين من استوديوهات الغد في لندن. وبعد الفاصل نناقش. الخزانة الأمريكية تقول أن داعش يمتلك احتياطات بنحو 100 مليون دولار في المنطقة. فما السبيل لتشفيف مصادر تمويله. أهلا بكم من جديد. كشف تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن تركيا ما تزال تشكل مصدرا رئيسا لتمويل تنظيم داعش. وأنه يملك احتياطات نقدية تقدر بنحو 100 مليون دولار. مخبأة في عدد من دول المنطقة. كيف أمكن لتركيا أن تتفلت من المسألة حيال كونها أحد أهم مصادر تمويل هذا التنظيم. ولماذا رفضت إغلاق الحدود في وجه عناصره. وما هو الأثر الذي يتركه توفر المال على استئناف التنظيم بنشاطاته. تقرير جديد لوزارة الخزانة الأمريكية أكد أن فلول تنظيم داعش الإرهابي لا يزالون يتلقون تدفقات نقدية من شركائهم المتمركزين في تركيا ومن المهربين في العراق وسوريا. وأن شبكاته تمتلك احتياطات نقدية تقدر بنحو 100 مليون دولار. مخبأة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. جريجوري سوليفن المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال للبنتاجون. أن داعش واصل جمع الأموال من خلال ابتزاز شبكات تهريب النفط في شرق سوريا وشركات تحويلات مالية وشحنات نقدية يتم إيصالها عبر الحدود بين سوريا والعراق. ويقول ديفيد أشر الباحث في معهد هاتسون الأمريكي أن تسامح تركيا مع تمويل داعش كان مرتفعا. وأنها لم تبدل جهودا كافية لقطع شبكات الخدمات اللوجستية المالية للتنظيم. أما المبعوث السابق للتحالف الدولي ضد داعش بريت ميجيرك الذي عاد إلى البيت الأبيض كمنسق لمجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد أكد أنه ذهب إلى تركيا أكثر من أي دولة أخرى لحثها على إغلاق حدودها التي استخدمها التنظيم لمرور أربعين ألف جهادي. وكان رد المسؤولين الأتراك أنهم لا يستطيعون فعل ذلك. وفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس الماضي لا يزال لدى التنظيم نحو عشر ألاف مقاتل في العراق وسوريا. ومع توافر مصادر تمويل بمئات الملايين من الدولارات تصبح مخاوف دول المنطقة من عودة التنظيم الإرهابي مشروعة. المخاوف تأججت مع التفجيرات الجديدة في العراق وسوريا. وما يزيد من حدتها هو توتر الأوضاع في بعض الدول على ضوء احتجاجات تشهدها لسبب ترد الأوضاع الاقتصادية فيها. وهو ما يخشى من استغلاله لصالح تجنيد مزيد من الدواعش. ترجمة نانسي قنقر أفتح النقاش في هذا الملف وأرحب بضيفي الكريمين من تونس السيد علي العلاني الباحث في التيارات المتشددة. ومن أربيل اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز صنع السياسات الدولية. أهلا بضيفي الكريمين وأبدأ معك سيد العلاني في تونس. إذن شبكات ما تزال قادرة على الوصول إلى احتياطات نقدية تزيد عن 100 مليون دولار. أين وما مدى القدرة للوصول إلى هذه الأموال؟ ومن يسهل هذه العملية؟ مساء الخير وتحية لكم ولكل السادة المشاهدين. بالنسبة إلى داعش. أعتقد أن هذا التنظيم في أصله وفي فلسفته أن التمويل هي مسألة ضرورية ومسألة شرعية في نفس الوقت. وبالتالي موارد التنظيم لن تتوقف حتى ولو تم اعتقال الكثير. أولا الواقع الحالي وكما جاء في تقريركم أن ما يتبع داعش الآن هو حوالي 10 ألاف مقاتل. بطبيعة الحال يتساءل الإنسان كيف يعيش هؤلاء. لابد هناك من تمويل مصادر التمويل معروفة. هناك المصادر التقليدية مثل الاحتطاب والتهريب. لا ننسى أيضا أن داعش عندما دخلت في أول مرة إلى العراق وأعلنت الخلافة استولت على أموال كثيرة في البنوك. كانت لها أيضا موارد في أبار النفط. أي أن هذا التنظيم يحتكم على احتياطات نقدية هامة. كما جاء في التقرير أيضا ووظفها شيء منها ربما يوظف في تركيا وفي مناطق أخرى. ولكن سيد العلالي تنظيم داعش قبل الضربة القاصمة التي وجهت له عام 2019. ربما كان يمتلك حقول للنفط. يبيع النفط. عمليات التهريب. عمليات التجارة بالآثار. ولكن كل ذلك نضب الآن. لا يمكن أن نقول أن الموارد تنتهي. نظرا أولا لأن الواقع الموضوعي الآن في سوريا والعراق هو يسهل كثيرا عمل داعش. هي داعش أين تشتغل وأين تنتعش عندما لا يكون الأمن مستتبا في كامل المنطقة. ما تزال إلى الآن الحدود السورية والعراقية غير مراقبة بالشكل الكافي. وبالتالي نجد أن هناك الكثير من المناطق التي يمكن أن يختفي فيها هؤلاء. ولهم حاضنة. نحن لا ننسى أن الحاضنة ما تزال حتى تتحسن أوضاع السكان. نحن نعرف أن داعش في البداية جاءت بعد انتهام مشروع الصحوات الذي قام به المالكي. وبالتالي عندما تكثر المشاكل المادية وتكثر الملاحقات الأمنية. هؤلاء يخترعون في كل مرة طريقة. وجود عشرة ألاف مقاتل يعني وجود استمرار للتمويل المالي. التمويل المالي حتى وإن كان من التهريب يأتي بشكل محدود. فإنه يجد في استثماره للأموال التي وضعت سواء في تركيا أو في أماكن أخرى. سيجد بطريقة أو بأخرى طريقة لاستجلاب تلك الأموال. لأن داعش تعتمد أساسا على التقية وعلى الأموال عن غير طريق السكوك. إذن لها شبكة من المتعاملين ماليا لا يعرف أسماءهم إلا القليل النادر. وبالتالي التمويل لن يتوقف طالما لم تتحسن الأوضاع الأمنية في سوريا والعراق. إذن أنت ترى سيد العلالي أن داعش ما يزال ربما يحافظ على ديناميكيات فعالة في إعادة الهيكلة وإنتاج والتكيف مع المرحلة. ما هو رأيك سيادة اللواء في أربيل؟ حجم ومستوى هذه التدفقات النقدية المتاحة من الشركاء إن كان في تركيا أو في العراق من المهربين. هل تسامح تركيا مع تمويل داعش ما يزال بذات الوتيرة السابقة؟ تحية طيبة. الحقيقة بعدا تم هزيمة داعش. وخصوصا في الصفحة العسكرية التي كان يحتل بها حوالي 110 ألف كيلومتر مربع من العراق. وتسعين ألف كيلومتر من سوريا. كان يسيطر على مراكز الطاقة وكان يسيطر على مناطق زراعية وكذلك على مناطق حضارية قديمة. استطاع هذا التنظيم من جمع ثروة قدرة آنذاك ما بين مليارين إلى مليارين ونصف دولار. من خلال عمليات تهريب النفط وخصوصا في سوريا. حيقام بإنتاج وبوسائل قديمة بحدود سبعين ألف برميل يوميا من عام 2014 إلى نهاية عام 2016. قبل أن تبدأ العمليات العسكرية عليه. سواء في سوريا أو في العراق. لكن اليوم التنظيم بعد أن كان أغنى التنظيمات تراجع إلى الخلف كثيرا. وخصوصا بعد تفكيك الكثير من شبكاته التمويلية. وآخر شبكة كانت شبكة الراوية. حيث استطاعت المخابرات العراقية والقوات الأمنية من تفكيك هذه الشبكة. التي امتدت في بعض دول المنطقة وحتى داخل العراق. وبالتالي تراجع ما يمتلك هذا التنظيم من أموال. ولكنه مازال فاعلا وقادرا على التأثير وقادرا على الإذاء. ونحن نتذكر تفجيرات ساحية الطيران قبل أسبوعين. سأكمل لك. بدأ باستراتيجية اقتصاد الحرب. بعد أن فقد الكثير من الأراضي وفقد الكثير من مصادر التمويل. بدأ باستراتيجية اقتصاد الحرب. أي القيام بعمليات التهريب. ما بين العراق والسورية. وفي بعض المناطق أو بعض الدول المجاورة. بالإضافة إلى العمليات التي يقوم بها داخل سوريا. وهناك بعض النشاطات التي لديه. مثل تجارة المواشي. وتهريبها. وتهريب بعض الأعضاء البشرية. وما إلى ذلك والآثار التي استحوذ عليها في العراق أو في الموصل. ولكن التنظيم لم يرتقي الآن في تمويله أو في ما يحتفظ به من أموال إلى قبل عام 2014. مما أثر على عمليات التنظيم في مرحلة لاحقة. استطاع أمير التنظيم الجديد. وهو أمير محمد سعيد المولى. من إيجاد ستراتيجية اقتصاد الحرب. والقيام بعمليات إرهابية غير مكلفة. وعدم مسك الأرض التي كلفته الكثير. لا زال هناك للتنظيم تمويلات أسواء في دول المنطقة. عن طريق بعض التحويلات المالية. وتبيض الأموال. وعمليات التهريب التي يقوم بها. التنظيم قد وزع المبالغ أو الأموال التي كان يحتفظ بها في شمال أفريقيا. وفي الغرب الأفريقي. في مالي. في نيجر. في نيجيريا. وأماكن أخرى. وكذلك في أفغانستان. وأنشأ ما يسمى بولاية الخارساني عام 2015. وهي بأموال كان يحتفظ بها التنظيم. استطاع من تهريبها من منطقة الشرق الأوسط. من سوريا والعراق إلى تلك المناطق. اليوم التنظيم دخل في مرحلة البناء الثالثة. وهذه مرحلة البناء الثالثة. تعتمد على ستراتيجية حرب الأصابات. وبأساليب وتكتيكات وأدوات غير مكلفة. حيث تكون هناك تكلفة العملية أقل. وكيف تؤثر هذه التمويلات على استراتيجيات داعش سيادة اللواء. لكن دعني أتحول بهذه النقطة إلى السيد العلاني. ما الذي تؤمن استراتيجية اقتصاد الحرب. التي تحدث عنها سيادة اللواء. هناك مصادر كثيرة لتمويل داعش عبر إكراه الناس. على دفع الأتوات تحت مسمى الزكاء. الاختطاف مقابل فدية وعمليات النهب. من يتحمل مسؤولية كل ذلك؟ هذا ما كنا أشرنا إليه. عملية فرض ضرائب وإتوات على السكان. يعني أن الدولة وجودها ضعيف في المناطق التي تسيطر عليها داعش. وهي التي تمثل الحواظ لهذا التنظيم. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هو أن داعش لا ننسى أنه تنظيم أو تيار عقائدي. وعندما نتحدث عن تنظيم عقائدي. فهذا التنظيم لا يغير استراتيجيته بمجرد أن يتم القبض على الكثير من أنصاره. هم يعتقدون أنهم يمكن أن يغيروا استراتيجيتهم في المواجهة. كما قال سيدة اللواء حرب العصابات. ولكن أيضا بطبيعة الحال هم ينتهجون الآن استراتيجية جديدة. من بينها الدعوة إلى الخلافة الافتراضية. لأن الخلافة الافتراضية لا تفترض ولا تستوجب وجود أرض محددة. ووجود خليفة يظهر أمام الناس بشكل واضح. إذن هم في كل مرة في كل ظرف يغيرون تكتيكاتهم. الأموال ليست مشكلة لأن الموارد كثيرة. وبالتالي السؤال الذي طرح في السابق منذ سنوات. ولم تقع الإجابة عنه لحد الآن. ما هي الطريقة الأنجع لاحتواء الظاهرة الإرهابية. وليعني تقليص أخطار داعش أو غيرها من الأسماء. وهذا ما يفرض السؤال عن التحويلات المالية التي تأتي عن طريق الحوالات في مخيم الهول على سبيل المثال. هناك خمسين ألف شخص من أفراد عائلات تنظيم داعش أو من البيئة الحاضنة لهذا التنظيم. هذا المعسكر هو على مسافة قريبة من قاعدة التنف الأمريكية على المعبر بين سوريا والعراق. هل يمكن الحديث عن نظر أمريكي على هذه المسألة؟ يعني بطبيعة الحال هذا مخيم الهول من زمان تحدثوا عنه. وكانت مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تكرر باستمرار على كل دولة أن تأخذ دواعشها. وعدد صغير فقط من الذين رجعوا من هذا المخيم. البعض منهم هرب. يعني هناك تأمين لهؤلاء الأشخاص من بعض القوى واللوبيات. وبالتالي الإرادة الصادقة في مكافحة الإرهاب إلى حد الآن لا توجد بالشكل الكافي. لا أقول أنه لم يقع شيء هناك قتل البغداد فظهر حج عبد الله وهذا القرشي يتنقل بساق آلية. إذن حتى تروا أن هذه التيارات العقائدية لها استراتيجية واضحة. هو أنه ذهب هناك لكي يموت. وبالتالي هو يستطيع أن يفعل كل شيء. وبالنسبة إلى هذه المخيمات التي تشكل نقاط استفهام كثيرة. لماذا هي موجودة إلى الآن؟ لماذا لم يقع حل هذا المشكل؟ لماذا الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحدث عن عشرة ألاف داعشي وعن ضرورة تشفيف المنابع تأخذ موقفا جديا في حل هذا الإشكال. وهو وجود هذا المخيم الذي يمكن أن يهدد. لأنه عندما يخرج هؤلاء إلى الطبيعة لا تدري أين في أي مكان سيستقرون وما هي طبيعة العمليات التي يقومون بها. إذن نعود ونقول أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها. يجب أن تكون الإرادة الدولية والأممية قوية وصادقة في مكافحة الإرهاب. يجب أن يكون تجفيف منابع التمويل مراقب بشكل أكثر نجاعة. وثالثا يجب أن تكون هناك استراتيجية هامة لخلق خطاب يضاد الخطاب الداعشي. نحن لحد الآن الخطاب الموازي أو المضاد لداعش ما زال خطابا كلاسيكيا تقليديا. وداعش الآن أصبحت تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي. ولم توضع حتى الآن استراتيجيات مناسبة وفاعلة. نحن لم نفعل الكثير. نعم سيادة اللواء أعود إلى ما تحدثت عنه عن استراتيجية جديدة. استراتيجية حرب العصابات. وهذا التمويل إلى أي درجة نحن نتحدث عن مخاطر حقيقية. ونحن نتحدث عن بلدان ربما ذات واقع هش من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. كالعراق كسوريا حتى ما ذهب إليه من تحذير مدير الأمن العام اللبناني سيد عباس اللواء عباس إبراهيم قبل يومين. الحقيقة قبل إجابة على هذا السؤال. يجب أن هناك نقاط يجب توضيحها بشكل دقيق. طالما نحن عانينا من هذا الإرهاب وقاتلنا الإرهاب. ولا نزال نقاتل الإرهاب. ولدينا من الخبرة والمعلومات عن هذا التنظيم من أكثر الخبرات في المنطقة. التنظيم يتواجد في العراق ما بين 10 إلى 7 ألاف مقاتل. بينهم من 2.5 إلى 3 ألاف مقاتل نشط يتوزعون في مثلثات بعيدة عن المناطق السكنية. وأنما في مناطق نائية تؤمن لهذا التنظيم الإختباء وقابلية التكيف والبقاء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا التنظيم بعد أن اندحر في هذه المناطق لجأ إلى عمليات تمويل محدودة عن طريق بعض الخلايا النائمة وبعض الشبكات التي لم تكتشف لحد الآن. سواء كانت داخل العراق أو في سوريا. أما أعداد التنظيم المتواجدين في سوريا تراوح أعدادهما بين 10 إلى 13 ألف مقاتل. بينهم 3 ألاف إلى 3500 مقاتل نشط. وبحدود 9 إلى 9.5 مقاتل خامل. اليوم التنظيم يعتمد على سوريا في التمويل. عمليات هي أكثر مما يعتمد على العراق. المنظومة العسكرية العراقية والقوات الأمنية العراقية ودوائر الاستخبارات قد قامت بتفكيك الكثير من الشبكات الرئيسية لهذا التنظيم. أما ما يخص هناك حواظا لهذا التنظيم. نعم قد توجد هناك حواظا ولكن ليست حواظا منتجة. أي حواظا منتجة لعناصر جديدة لهذا التنظيم. وأنما قد تكون حواظا منسجمة مع فكر هذا التنظيم. وخصوصا في سوريا. نعرف اليوم أنه في سوريا هناك الكثير من التدخلات والتقاطعات إقليمية ودولية. وهناك مناطق نفوذ. والحرب السورية مستمرة. وتنظيم داعش لم يتم قضاء عليه في سوريا نهائيا. بلجأ إلى مناطق ولا زال يعمل بها بشكل كبير. لدرجة أنه عام 2020 شن 427 عملية أرهابية داخل سوريا. عندما نقارن سوريا بالعراق. نحن تقريبا أفضل من وضع سوريا. ولكن الحدود الدولية ما بين سوريا وما بين العراق. لا يمكن مسكها من طرف واحد بدون ثنائية ما بين سوريا والعراق. نعرف الشرق السوري تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية. والتي تسيطر على مراكز الطاقة بمساعدة القوات الأمريكية. وبالتالي فهي ضعيفة في مسك حدودها من الجانب السوري. وكان هناك جهدا كبيرا بالنسبة للقوات العراقية. بحيث مسكت 475 كيلومتر. البالغ طولها 605 كيلومتر. ما بين العراق وسوريا. هناك استراتيجيات اليوم تتبعها القوات العراقية. وأول هذه الاستراتيجيات. هي مسألة تعقب شبكات تمويل هذا التنظيم. وخصوصا في العمليات العرهابية. التي تقوم بها بعض البؤر المفارز المنظمة بشكل عنقود. ولكن سيادة اليواء حتى الآن يبدو أن الحكومة العراقية وأجهزة الأمن قد فشلت في الوصول لهذه النتيجة. ما نتيجة هذا التعقب لمصادر تمويل تنظيم داعش. وأيضا ما تحدثت عنه عن البيئة الحاضنة لهذا التنظيم. هناك معظم المناطق التي دمرت في العراق. لم يعد إليها أصحابها. تشمح لي. عادت أغلب. عادت أغلب مخيمات النزوح. عادت ولكن لا زال هناك بحدود 30 قليل من مخيمات النزوح لأسباب تتعلق بالتدمير الذي طال مدنهم. ولكن معسكر الهول عندما يكون هناك 63 ألف أنصر من تنظيم داعش وعوائلهم. وكذلك معسكر روش المتواجد في القامش لهذا الذي يشكل خطرا اليوم على العراق وعلى سوريا. باعتبار أن قوات سوريا الديمقراطية لا تمتلك تلك القدرات العسكرية بدون وجود أمريكا. ولا تمتلك القدرات اللوجستية ولا القانونية من أجل التعامل مع هؤلاء العناصر. مما قد يشكلون قنابل موقوطة باتجاه العراق. وليس فقط باتجاه العراق. إذن دعني أذب إلى سيد العلاني للاني ليسألوا في هذه النقطة تحديدا سيادة اللواء. هل هناك تقاعس من التحالف الدولي؟ ربما كما تحدث سيادة اللواء. وهناك إمكانيات متواضعة لدى دول المنطقة. لدى من يشرف على الأمن ويحاول فرض سيطرته على أرض الواقع. هو بالتأكيد هناك تقاعس دولي. رغم أن هناك حرص دولي على القضاء على داعش وقتل العديد منها. لكن القضاء على داعش يمكن أن تقتل عشرات أو مئات أو حتى ألاف. ولكنك إذا لم تقضي على الظرفية التي خلقت داعش. لا يمكن أن تتحدث عن انتصار. أعتقد أن بالنسبة إلى القنابل الموقوطة التي تحدث عنها سيادة اللواء. هي بطبيعة الحال تفسر غياب استراتيجية دولية. نحن حد الآن ليست لنا إلا المقاربة الأمنية في قتال داعش. نعم وصلت الفكرة وانتهى وقته تماما. في المسألة السورية والمشكلة السورية. البحث في التيارات المتشددة. شكرا عفوا للمقاطعة. كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك. أشكر الموصول لسيادة اللواء. أركون المتقاعد ماجد القيسي. مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز صنع للسياسات الدولية. كنت معنا من أربيل. شكرا جزيلا لك. وكل الشكر لكم مشاهدين الكرام على طيبة المتابعة. ألقاكم بخير. اشتركوا في القناة